العالم بيعيش أزمات كتير جداً الفترة اللي فاتت حروب وصراعات سياسية من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الحرب على قطاع غزة لكن أزمات الطاقة هي الأزمات اللي بتؤثر بشكل كبير جداً على الناس والمواطنين في كل مكان في العالم لتدعيات هذه الحروب بعد أزمات الطاقة اللي موجودة في العالم كله ومع تدعيات تغير المناخ بدأ العالم يتجه إلى نوع جديد من الطاقة النظيفة والمستدامة وهو طاقة الهيدروجين الأخضر بيسموها كده وقود المستقبل مصر عندها فرص كبيرة جداً علشان تكون مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصاً أن احنا عندنا بنية تحتية قوية وعلمية جداً استثمارات مهمة في هذا المجال تحديداً في المنطقة الاقتصادية للقناة السويس ده حقيقة محمد الحياة أن مصر دخلت فيه هذا المجال بقوة حقيقة وبإصرار كمان مبارح سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع فيه منتهى الأهمية بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر الحقيقة أن هذه الاستراتيجية بتستهدف أن مصر تكون واحدة من الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم وده يساعد بشكل كبير جداً طبعاً في توفير المزيد من فرص العمل زيادة الدخل القومي ده بخلاف كمان تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنية لحماية البيئة عشان كده جمانا سيد الرئيس يعني يوجه ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات اللي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها التحول للطاقة المستدامة هو أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 وبيعكس كمان اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة ده غير طبعاً العوائد الاقتصادية الكبيرة جداً اللي بتمثل إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية الوطنية بكل تأكيد يعني مصر الحقيقة عندها فرصة كبيرة جداً في هذا المجال وبتتحرك بخطوات متسارعة وثبتة لتغطين هذه التكنولوجيا اللي بتعتبر مستقبل الطاقة النظيفة في العالم كله ومصر حيات يعني على مدار السنين اللي فاتت شفنا يمكن إرادة قوية جداً على إنها تتحول للطاقة النظيفة وإنها تساهم بشكل كبير جداً في ملف المناخ يمكن اللي بيشغل العالم كله تبعنا حتى تنظيم مصر لكاب 27 أو كاب 27 يا محمد واللي مصر الحقيقة قدمت فيه أطرحات وحلول عديدة ومبادرات يعني دخلت إحنا كنا دخلين هذا المؤتمر الحقيقة وإحنا مستعدين وجهزين إن كان بمبادرات أو إن كان بحلول وعد كده خدناها كمان معنا لكاب 28 اللي تم تنظيمه في الإمارات وتحديداً دبي شفنا الدور المصري قد إيه كان مهم ممكن شفنا حتى المخرجات اللي مصر كانت مصر عليها قد إيه كانت مهمة وتم التأكيد عليها مرة تانية يا محمد صحيحة جمانة فعلاً يعني المخرجات الخاصة بكوب 27 اللي بشارم الشيخ كانت على الأجندة الخاصة بكوب 28 في دبي ومن أهمها التحول إلى الطاقة النظيفة التجربة المصرية الحقيقة تم استعراضها في كوب 28 وهي تجربة مهمة وفريدة جداً في التحول للطاقة المتجددة والنظيفة وتحديداً زي ما اتكلمنا الهادروجين الأخضر مصر يعني عندها استراتيجية وطنية للهادروجين الأخضر أنشأت وشكلت المجلس الوطني للهادروجين الأخضر وتعتبر الأولى عربياً ومن المستهدف كده أن نحن إن شاء الله خلال 2040 نمثل من 4% لـ 8% من إنتاج الهادروجين الأخضر في العالم كله وتبقى مركز إقليمي ودولي إن شاء الله صبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر وتابعونا معنا النهاردة فقرات كتيرة متنوعة في صباح الخير يا مصر